معي سؤال السؤال ده محيارني شوية ومعلوماته بالنسبة لي جديدة يعني وهتبقى مفاجأة برضو للمشاهدين أو لكثير من المشاهدين شخص دخل المسجد يصلي صلاة العصر تمام صلى صلاة العصر قضاءا في وقت المغرب صلى صلاة العصر يصلي صلاة العصر قضاءا في وقت المغرب وأنا صاحب السؤال يقول وأنا دخلت المسجد ليصلي صلاة المغرب فوجدته وصليت خلفه مع العلم أنه صلى صرا وليس جهرا فهل صلاة تجوز؟ يعني هنا في ثلاث حاجات في هذه المسألة أولا صلاة الصلاة السرية التي فتته فهو يقضيها في الليل كيف يقضيها الإنسان سرا أم جهرا؟ لا سؤال تمام طيب قضاها سرا هل ده صح أم خطأ؟ اذا كانت سرا وخطأ إن كان علينا أن يصلي جهرا هل الصلاة صحيحة أم لا؟ فيبي عندنا سؤال ثاني حكم صلاة السرية في الصلاة الجهرية أو جهرا في الصلاة السرية؟ أيوه خلاص ده سؤال ثاني سؤال الثالث لو أني دخلت مأموما خلف إمامه ظننت أنه يصلي المغرب فصلى العصر يعني أصلي بيصلي ثلاثة وهيصلى أربعة هاجيب ركعة أيوه إنما أنا هصلي ثلاثة وهو بيجيب أربعة هنا ده المسألة فيها إيه؟ هعمل إيه بها هطلع من الصلاة واللي هعمل إيه؟ آه ده هنا كده ثلاث أسئلة سؤال الأول أي صلاة أنت صليها تعتمد على متى تصلي الآن مش أنت بتصلي فاتك إيه؟ أيوه في حكاية السر والجهر بيعتمد على بتصلي بالليل ولا بالنهار؟ تمام كل صلاة الليل جهرية كل صلاة الليل وكل صلاة النهار سرية بصلي الظهر سر العصر سر المغرب العشة الفجر جهر أيوه طيب بصلي صلاة سرية في وقت الليل أيوه أجهر 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 فاتن الظهر والعصر وقيت المغرب نعم أصلي والليل طالع أصلي إيه؟ جهر حتى وإن كنت أصلي الظهر أو العصر فاتني الفجر وقمت بعدما الشمس طلعت أصلي إيه؟ سر خلاص لأن فاتيتني العشة مع أن الفجر صلاة جهرية العشة ما صلتاش وافتكرت الصبح بصلي إيه؟ سر سر فأي صلاة قعدة أي صلاة بالنهار سر وأي صلاة بالليل جهر سواء بقيت بالليل بتقضي صلاة سرية أو جهرية بالنهار تقضي صلاة جهرية لها الحكم سابت طب الأحكام دي على الإمام أو المأموم؟ أتنين على الإمام أو المأموم؟ على الإمام أو المأموم؟ طب لو ما فيش إمام وأنا منفرد برضو أصلي جهراً وسرا؟ جهراً ما تجهراً نعمش بالجعر بتعلّي صوتك أيوة يعني بتسمع نفسي أه طيب خلاص ده سؤال الأول سؤال الثاني إني طيب صلاة الجهر سر أصر بما يجهر به أيوة جهلاً بسيان خطأ زي ما تسمي الحكم الرأي الراجح في ذلك الرأي الملكية يجيز لا يمانع من ذلك من أن الإنسان لو عكس قرأه هذا الصلاة صحيحة نعم يعني ما فيهاش خطأ فهنا الصلاة الثاني الصلاة هنا في هذه الحالة صحيحة سؤال الثالث هو صلى بيصلي المغرق العصر أربع ركعات وأنا افتكرت بصلي المغرق فصليت وراه أيوة خلاص وأنا مأموم هاجي عند الثالثة بدنماعات ليت وطلع الثالثة بطلع خلصوا كده خلصوا أعمل إيه ها أمامه أحد حالتين ما يطلعش معي يكمل أيوة يجلس للتشاهد ما يقولش التشاهد ها وينتظر الإمام إلى أن ينهي الركعة الرابعة ويجلس للتشاهد فيسلم معه نعم ده حل تمام أو خلص التالثة والإمام بيجي بالربعة بتشاهد وأسلم أنا أيوة دول الحلين له نعم تمام جزاكم الله خير هذا والله أعلم يعني يعني دي معلومات بصراحة جديدة فيه ناس بتصلي يعني ومشاء الله ملتزمة بالصلاة بس حتة السرية والجهرية والقضاء دي بسراحة ما بتعرضش الحاجات دي ما بتعرضاش التعرض لها قليل يعني أنا لكن أذكر يعني شوف والله يا خنا الشيء بالشيء يذكر يعني أحد جيراننا وأنا احنا صغيرين في الأظهر في إعدادي وبعدين كان رجل كبير في السن ومحترم وملتحي رحمة الله عليه يعني يعني وأنا أذكره يعني وراء الجرنر الله يرحمه يعني مش عارف اللهم ترد يقول اسمه لا لكن رحمة الله عليه نعم وكان يصلي بنا دائما في المسجد اللي جارنا الصلاوات السرية تحديدا لا يصلي جهرية الرجل على أده نعم فمش فاكر وزود ركعة حاجة تستحق لازم سجود السهم نعم فكنت أنا زميل لنا نقول له يعني حق حق كذا فهل ما عرفش يا الله فأنا عندنا عندما أخبرنا بذلك كان يرانا دائما ورا عيالي يعني نعم فوالله ما جرء أن يتقدم علينا إماما بعد هذا اليوم سبحان الله لم يجرء أيوه فمن هي حاجة فأنا بتحقق رجل كان يعني أمي نعم ومش متعلم لكن رجل يخاف ربنا أيوه وده في صلاة صلاة سه سجود سه أيوه ولا يعلم والعضل بالجهل وارد لكن هو جهل بشيء وحسوا أن الصلاة وارد يتكرر معاه تم أدرمنا فيه أحد حاجات تانية ممكن يغلط فيها ومعرفت الصلاة فتراجع أيوه تفضل أولاد أيوه بنا يبارك له يا رب ويرحمه اللي بنجد النهاردة ناس مش هقول مثلاً تديانه مبارح ولا والإمبارح ولا غيره لا في ناس في مشكلة عندهم حب في ناس مش حب التجرق أيوه التجرق على العلم وأهل العلم وردود يعني في ناس عندها هذه الجرأة والوقاحة على أهل العلم نعم يعني أذكر زمين لنا الله ربنا يهديه وبعد كده بقى يعني شغال مرشد الله من الدولة يعني ثم نضم الحزب النور فمرة يعني أو قيل ذلك عنه من مرشد أنا ما عنديش يقين عشان مظلمش حد يعني حتى ما قلتش الاسم يعني أو الوصف حتى مره لاتبه اللي عصام انت بتسمع دائما القرضاوي الغزالي وتتابعه أنا عايز شريط للقرضاوي عشان أقيمه بقوله ليه قال عشان أقيمه لي قيمه وذلك كان أي ناس بكلية يعني كليات زراعة يعني مش مش وصولين مرش عريعي نعم هذه ليهوا لسا مبارح ولو الامبارح ولو أسهلا ولا حتى بيدرس معنا فلاوظر مش أزمة يعني بتكلم عن القرضاوي فأنا من باب يعني طول ما قلت لكش شريطين كمان الغزالي قال لا أنا الغزالي خلاص قيمته خلاص الغزالي قاد دركت خلاص بقول له هي قال لي لا الغزالة ليس رباني ده علماني لما النهاردة بلاقي ناس تقول عني علماني من ناس برضو نتعرف بقول لي يعني الحمد اللي اسمعتها زمان عن الغزالة و القراضة و ليس أزمة اديته شريط للشيخ القراضة و يسمعه الشريط كان معنوان و قلت ناقش شريط مفوش في خلاف لا فقه ولا غنى ولا بتاع عشان ايه ما نخلص فالشريط بعنوان ماذا نريد من الصحوة الصحوة الإسلامية يعني كان الشيخ القراضي يتكلم عن فقه لو نريد أن تنتقد الصحوة تكون بدل اهتمام بالفروع يبقى الأصول بدل الشكل يبقى الجوهر بدل كذا المهم قضايا مهمة لقيته كتب لي على الشريط العنوان الشريط ماذا نريد من الصحوة فكتب يريد هدمها و في الوش تاني القراضة و كيف نهدم الصحوة ليوسف القراضة أولا تخي يعني انت يعني لا تسكيل النفس و ليجل شرعا و يعني انت أولا خدت شدت له قيم قراضة من أنت؟ أريك كم كتاب؟ كتبت كم كتاب؟ فين جهدك جنبه؟ ده واحد اتنين انت خدت مني شريط أتلفته صحيح شتبت و شخبطت و بواستهولي و شطبت على العنوان الأصلي و على اسم الرجل دون إذن مني صحيح كمان أجازة لك ذلك تمام للأسف بعض الناس في قضايا الفتوى و في غيره عندهم جرأة وتقحم و تعجب و بشئ عجيب بجسارة نعم قضايا لو عرضت على مجمع الفقه الإسلام و أقول لك و لم تندق بعض البحوث و لم نستقر على رأيه نعم مجمع الفقه الإسلام العلماء و ناس قاعدة و هي قاعدة كده رجل علامة يفتي طبعا يفتي فإخوانا و ياما نسأل في السلام والله نبحث أو نخطئ أيوه مش عيب فأنا بتعجب من بعض الناس أحيانا على حكاية الصلاة و العبادة و كذا إن برضو بعض الناس دي نصيحة تاني مهمة بعض الناس من إخوانا المتدينين اهتموا بالقضايا الكبيرة و ليس التعبد أيوه يعني أقول لك أصلا بادرس الفقه السياسي و كافية الحكم طيب عارف أحكام الصلاة؟ لا ما يعرفش مهم فعلا صحيح ما تزعومش إنك بتهتم بالأصول فتم تسيب قضايا مهمة من العبادات مهمة من أصول نعم فدي نقطة لفتة مهمة ينبغي علينا أن نلتفت إليها أزاكم الله خيرا فضلت الشيخة صامت